السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد واحد مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز السلام في الجزئية رقم 9 من الفصل الأول سنتناول علاقة الستراكشر والبروسيسينج بالبروبرتي أي علاقة التركيب الإنشائي وطرق التصنيع بخواص المادة في الجزئية الأولى البروبرتيس بنت عن استراكشر بمعنى أن خواص المادة تعتمد على الاستراكشر نعم فسنجد أن الصلاة ده مثلا على سبيل المثال والتي تمثل الكيرف أو تمثل الاكس واي والكولينجريت التي تمثل الاكس اكسز نجد أنه بزيادة الكولينجريت فإن الاستراكشر يختلف من مرحلة إلى أخرى فمثلا نجد أنه كلما زاد الكولينجريت أو معدل أو اختلف الاستراكشر تختلف الصلاة ده أي تزيد لأن نلاحظ أن الاستراكشر هنا تبص لها أن الحبيبات بدأت تصغر في هذا الاتجاه وهذا ما أدى إلى زيادة الصلاة أما الجزية الأخرى والتي تتحدث عن أن البروسيسنج كانت تشينج استراكشر نعم لأن معدل التبريد كلما زاد فإنه يؤدي إلى تصغير الحبيبات وإذا صغرت الحبيبات زادت الخواص الميكانيكية متمثلة في الصلاة التي تبدأ قياسها في هذا المنحنى الذي أماما يعني هنا بنتكلم على الاستراكشر عفواً بنتكلم على الاستراكشر مع الكولينجريت أي أنه بمعدل كلما زادت معدل التبريد فإن التركيب الإنشائي يختلف ويكون مورفاين أي أكثر نعومة وبالتالي ده زيد الخواص الميكانيكية متمثلة في الصلاة